في لوقة إصحاح خمسة والآية خمسة عشرين فابتدأ الكتب والفرسيون يفكرون قائلين من هذا الذي يتكلم بتجديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده طبعا الله هو غافر الخطايا بحسب العهد القديم لأنه هذه واحدة من صفات الله مصمور 103 مكتوب الذي يغفر جميع ذنوبك في أرمية 31 لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد في النبي ميخة صح 7 من هو إله غافر من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذم في سفر زكريا مكتوب عن يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أرشليم للخطية وللنجاسة في إشعية 43 أنا هو الماح ذنوبك لأجل نفسي وخطياك لا أذكرها في إشعية 44 قد محوتك غي من ذنوبك وكسحابة خطياك ارجع إلي لأني فديتك في مزمور 32 داود طواب قال طوبة للذي غفر إثمه وسترت خطيته ثم في نفس الإصحاح قال قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي في سفر الخروج مكتوب غافر الإثم والمعصية والخطية في إنجيل متى الإصحاح التاسع نفس الكلام رجع إلى مدينته كفر نحوم وقال للمفروج ثق نفس الكلام العهد القديم بقوله الثق يا بني مغفورة لك خطيات والناس لما سمعت إنه موجود في البيت وعلى الأرجح كان في بيت بطرس ومثل ما ذكرت إنه جاءوا وفتحوا الصقف العوارد الخشبية القوية زحوها وشالوا قطع الطين المجففة طبعا الطين لهو الفخار المخلوط بالقش وضعوا المفلوج أمام يسوع بدون أن ينطقوا بأي كلمة ولكن الكتاب يقول في لوقة خمسة آية سبعة عشر في نفس سياق الحديث وكانت قوة الرب لشفائهم أي قوة الرب كائنة وكامنة وملازمة للرب يسوع المسيح بما معناه إنه المسيح مش محتاج مثل الأنبياء إنه يصنع معجزة لأنه حيث وجد يسوع المسيح شئ تلقائي شئ طبيعي وجدت المعجزة فقوة المسيح للشفاء كانت ملازمة من خلال سلطانه ومن خلال حضوره ومن خلال قوة كلمته عندما يقول قم فإنها الكلمة المنطوقة المصحوبة بجلال بمجد عظيم قوة لها سلطان تستطيع أن تغير وتصنع المعجزة يسوع كان موجود في البيت وقال لهذا المفلوش قم وقام والدليل لو أن هذا المفلوش لم يشفى لكان كل الإدعاء كاذب من السهل أحبائي إنه نتكلم بمجرد أقوال ولكن بدون أن تستحب الأفعال أقوال يسوع المسيح كانت مؤيدة بالآيات التابعة ليس مجرد أي كلام بل حقيقة ولسيما الشهود المعاصرين في أيامه ولسيما الكهنة والكتبة والفرسيون اللي كانوا أعداء ليسوع المسيح لم يستطعوا أن يقاوموا هذا الشيء فإذن أحبائي كانت القوة للشفاء ترجمة نانسي قنقر